هي راحت ولا جات كرة قدم بس في جزء منها أصبح علم وإدارة وصناعة تكلم على تي شيرت بس تي شيرت لا بكلمك على تذاكر ماتشاط ولا بكلمك على جواز مالية نتيجة تتويج أو فوز بمطولات ولا بكلمك عن بس التلفزيوني ولا بكلمك على حقوق رعاية بكلمك على باج على شعار إزاي بيتم تسويقه خمس أندية اتنين في أسبانيا واثنين في إنجلترا واحد في ألمانيا خمس أندية فقط لغير تقريبا داخلين في المليار يورو في سنة عشرين تلاتة عشرين من بس بيع التي شيرت والترويج واستخدام الشعار حاجة اسمها فن التسويق لكن في جميع الأحوال خلينا نروح لموضوعنا عشان عندنا أخبار كتير جدا ليه علاقة بالنادي الأهلي وتعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها هي النهاردة واحد محاضرة فنية وتدريب صباحي الأهلي النهاردة بدون راحة عددا لمباراة ينجا أفريكان إن شاء الله بعد الفوز العريض اللي بعتقد أنه أكتر نس عادة بيه هو مارسل كولر مارسل كولر حقيقا برح استفدته وساعدته بنتيجة المباراة دي لقطات من تمرينت النهاردة الصبح طبعا مش بسم الخمسة يعني مش بسم الخمسية خد بلك كل اللي كان بعيد وكان مستني إيجي جه يعني كريم فؤاد كان بعيد جه وسجل وسهلا أبو علي بعيد بعيد جه وسجل آنطني مودس بالنسبة لنا بعيد جه وسجل ريدا سليم بعيد جه وسجل ده في حد ذاته للعيبة دي أو السكواد اللعب من برح بيقول لمرسل كولر يا ميستر مارسل أنت عندك فرقة تانية يعني أنت عندك جنب الفرقة اللي أنت معتمد عليها من بداية السيزن في فرقة تانية جاهزة أي حد هتعوزه منهم هتلاقيه ده نمرة واحد نمرة اتنين طبعا أنا يعني لو عندي فرصة أن أنا قايم لعب لعب لا الحقيقة ما كسب كبيرة جدا مبارح إمام وصل لجزء كبير جدا من اللي احنا بستنينه منه وبشوف لسه عنده تاني ريدا سليم ابسطت الحقيقة أنه مارسل كولر مطلع يعني ده له وقت طويل جدا لأنه ريدا كرته حلوة جدا لكن فترة ابتعاده مش قليلة وبالتالي عشان يجيب ليقرة مباريات محتاج يشارك في ماتشاط كتير واعتقد الهدف بتاع مبارح برضو هيساعد ريدا أنه يحاول يجيب مستوامرة تانية لكن ظهور جاية جدا ومبشر جدا لريدا سليم أنا بقولك ريدا واحد من أهم الأوراق للأهلي السيزن ده ريدا سليم واحد من أهم الأوراق للأهلي السيزن ده عمر كمال اتفاجئت مين بارح بكش مال يعني أنا كنت متوقع قبل الماتش أنه عمر هيبدأ مبارح أساسي بس بكي مين وهاني هيرايح شوية لأنه هاني مستنزف هاني عمل جيم كويس جدا نبارح الحقيقة لكن كانت مفاجئة بالنسبة لي أنه كل الراهن على عمر كمال كباكش مال ولعيب جوكا الحقيقة فيه أربع خمس مراكز في الملعب تحطه فيها هيسد معاك بشكل كبير اللقطة بالمناسبة كمان فيه حالة كمان نبارح يمكن أنا لحظتها بشكل كبير وأنا بقول لكم أنه اللعيبة دي تمانين في المية تمانين في المية منهم بيلعبوا مع بعض الأول مرة لعيب يلعب جنبك وإنت لسه ما خدتش عليه لسه ما فهمتوش وهو ما فهمكش لكن اللي يبص لطريقة لعب النادي الأهلي مبارح يلاقي كأن فيه تجانس أو كأن الفرقة دي لعبت مع بعض من أول السيزن ما فيهش ماتشاط ما لعبتش اللعبية دي جنب بعضها فيه انسجام فيه روح الناس فرحانة لبعض مودس لما بيجيب جون الفرقة كلها فرحانة المودس وسام وعلي الوافد الجديد لما جاب جول بالمناسبة وسام مبارح كان تعرفين أنه علي معلول هو يعني أول حد محدد أو مع راس القايمة في حالة حصول الأهلي على ركلة جزاء في الماتشاط علي بيبقى اسمه رقم واحد فلما كان علي غاية مع الماتش مبارح أو يعني ما كانش موجود في السكواد الأساسي كل اللعبة طبعا كانت نفسها تشوت دربة الجزاء لكن ميستر كولر قرر أو وجه أو إدى تعليمات بأنه وسام أبو علي هو اللي شوت ركلة الجزاء كنوع من أنواع التحفيز عشان يعني يرفع من حالته المعنوية يفرحه أكتر يخلي عنده حافظ ودافع أكتر أنه يحافظه على نفس المستوى ده اللي يظهر به مع الأهلي في الماتشاط اللي جاي لقطة كهرباء في المدرجات الأول لفتت نظر جماهير الأهلي لما الكاميرا جات عليه وقعد في المدرجات لكن اللقطة الأجمل منها هو احتفال رضا سليم وإمام عشور مع كهرباء وقعد في المدرجات والأجمل والأجمل ضحكة كهرباء اللي بترد على كلام كتير جدا من اللي بيتقال على منصات السوشيال ميديا كل أجاد مبارح الأهلي قدم مباركة ويسا جدا 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 والأهم أنه كنت برى السكواد كنت جوى السكواد كنت أساسي كنت احتياطي أنت في ظهر فرقتك دي رسالة مهمة جدا 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 من لعبة الأهلي مبارح وده الروح الحقيقة اللي ترهن عليها في اللي جاي